بقلب مدينة جبال وعلى مدخل الصور الصليبة لألعتها التاريخية في بيت نموذج صديق للبيئة هالبيت الأثري والتراثي كان ملتقى لعيال من مختلف الديانات حسب ما بيقولوا أهل المنطقة طورته مديرية الأثار وتم تحويله عام 1999 مقر للمركز الدولي لعلوم الإنسان التابع لليونسكو يلي بيخلي هالبيت يصير ملتقى ثقافة عريق وحديث بالوقت نفسه هو النموذج اللي اعتمد فيه تصار صديق للبيئة إذ أنه بيعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل مع الحفاظ على طبيعته التراثية وقد أوصت وزارة الثقافة باعتمده كرموذج للمباني التراثية المراد تجديدة هذا البيت عم بيؤدي دور على مستوى الثقافة محليا ووطنيا وبيدعم مشكور من جهات منحة خارجية جعل صديق للبيئة بكل ما اللي الكلمة معنا بتمنى أنه بيوم من القيام نصير نوصل على أنه تكون مؤسسات الدولة بأماكن تراثية وأماكن خضرة ولا إقامة المنتدى الدولي للإنسانيات البيئية ما كان في أفضل من هالمركز اللي عم يشهد لقاءات وندوات حول البيئة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والديمقراطية وحكم القانون وتزامنا مع مؤتمة الأمم المتحدة حول المناخ كوب 27 المنعقد بشرم الشيخ هالمنتدى رح يصدر توصيات حول البيئة ويعلن رسميا بقمة المناخ بـ 17 تشرين الثاني الحالي هو الوحيد بالشرق الأوسط يعني والمنطقة العربية كمركز متخصص بعلوم الإنسان بيشتغل برعاية اليونسكو واليوم المؤتمر الدولي لعملينه هو عن الإنسانيات البيئية نكون عم نحكي عن كل مساهمات هيدا المركز يلي موجود بلبنان وبالمنطقة بموضوع الإنسانيات البيئية والبيئة بالإجمال لبنان يلي يعتبر بعيد عن التطور الحاصل بعالم الإنسانيات البيئية عم يجرب من خلال هالمركز الرؤقت بلبنان والمنطقة العربية يخلق مساحة لجيل الشباب ليكون جزء من الحال البيئي يلي كلنا بحاجة إله اشتركوا في القناة